لم تقتصر النتائج التي خلفها الاحتلال الأمريكي للعراق بعد العام 2003 على الأرواح والأموال والمعدات والجرحى أثناء الحرب فقط بل تعدتها إلى الأجيال المتلاحقة والتي أصيبت بأمراض سرطانية بسبب الإشعاعات المتسربة من المخلفات الحربية التي قصف بها العراق ولم يكن أحد يتوقع أن تصبح منطقة جسر ديالة جنوب شرقي بغداد مثلاً مسرحاً للموت البطيء الذي طال المئات من أبنائها الذين أصيبوا بالسرطان زيادة بالتشوهات الخلقية وضمور الدماغ هو هذا الشيء معناته الجيل السائد بالعراق يعني معناته يأشر على إبادة جماعية واضحة من قبل التلوث البيئي الذي صار نتيجة القصف الأمريكي أنا وجدت أن التلوث بالتربة بالنسبة لإنحلال سلسلة اليورانيوم 2038 كانت بالنبات أكثر من المسموح بيب 24 ألف مرة الحالات السرطانية أو الحالات المرضية النادرة بدأت بالتفاقم في السنوات اللاحقة ودخلت إلى كل بيت في المنطقة في ظل غياب كامل للعلاج والرعاية الطبية أنا عندي ابني في 2018 شفت أنه عنده سرطان الكلوي وديت الديكاترة بالعراق ما خليت ما قالوا ابنك مصر لا شارع يعني هنانا بالعراق أخذوا له الخزعة لحد دام يعرفون أي شيء ذو المرضى الذين اتهموا الحكومات المتعاقبة في العراق بالإهمال وعدم توفير الأدوية الخاصة بهذه الأمراض ناشد الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الدولية التدخل لإنهاء معاناتهم المستمرة ومعالجة مرضاهم ومساعدتهم سرطان قدت صارت عنده هنا وحدة وعنده هنا وحدة وعنده وحدة جوا صارت وأبوه ما عنده يعالجة كلما نروح للمستشفى بطني جرع والله ما موجودة فنطلحها على حسابنا نشتري الجرع 300 و400 هلف وكشف موقع كاونتر بنج الأمريكي عن تسبب الولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطاني في العراق إلى ستة أضعاف عما كان عليه الحال في السنوات السابقة وأكد الموقع أن واشنطن ألقت 970 قنبلة وصاروخا إشعاعيا مشبعا بمادة اليورانيوم على العراق قصص كثيرة لا تنتهي يرويها سكان منطقة جسر ديالة وما جاورها وقصص أخرى تروى في مدن العراق الأخرى والحكومات المتعاقبة لم تكلف نفسها حتى الآن تقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء المرضى أو وضع حد لهذه الأمراض الفتاكة في العراق الذي يحتل المرتبة الرابع عربيا في معدل الإصابة بمرض السرطان